السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب ساكندري 2 اهلا بكم النهاردة ان شاء الله معدنا مع lecture 2 واكسرسايز 2 من كتاب المعاصر هنتكلم بقى على limit of a function algebraically طبعا اللي فاتت احنا خدنا how to find the limits of any function graphically النهاردة ان شاء الله هناخد limit of a function algebraically طبعا برضو اقول تاني وعيد تاني هتلاقييني سايب لك لنك حلقة الشرح في description الحلقة لكن دلوقتي ان شاء الله هنحل اكسرسايز 2 كاملا باذن الله تعالى عايزك بقى تركز معايا وانت كمان تركز معايا لو الفيديو ده بتسمع الاول مرة وقف الفيديو اسمع الشرح الاول وبعد ما تفهم كويس او الشرح تعالى بقى مع بعض نحل كل اللي انت عايزه من اسئلة كتاب المعاصر يلا نبدأ مع بعض يا ولاد اول سؤال معنا طبعا خلي بالك المعاصر دايما بيبدأ بي مسائل اللي تشوز وبعدين مسائل الاي ساي وانا مقسم لك مسائل الاي ساي حسب الدرس بتاعك بتاع الليمت يعني درس الليمت عندنا افكار كتيرة جدا في الليمت عندنا الفاكترايزيزيشن عندنا مسائل اللونج ديفيجن عندنا مسائل الكونجيجيت هنبدأ دلوقتي مع بعض الامسي كيو يلا نركز مع بعض كده واحدة واحدة ونبدأ نقول باسم الله يا ولاد طيب نمبر وان عندنا بيقول ايه نمبر وان بيقول لك الليمت لما الاكس ابروشته هاف لتن طبعا التن كونستانت احنا في الاصل عندنا في الليمت انك اول حاجة بتعمل بالليمت كي ده اسمه الكي يا ولاد ده اسمه يا شباب ايوه كده يا باش مهندس اسمه الليمت كي ده كده اسمه الكي طب لما الاكس ابروشت الهاف المفروض حضرتك هتعوض هنا عن الاكس بهاف طب انا يا مستر ما عنديش اكس عشان اعمل هنا كأن دي يا ولاد تن اكس باور زيرو حتى لو انت حطيت هنا هاف باور زيرو باون في تن تفضل تن زي ما هي يبقى الانسر بتاعتك هتبقى سي يبقى الليمت لأي كونستانت يفضل كونستانت زي ما هو طب هنا الليمت وان اكس ابروشت وفور منقول دي السهم ده او الارو ده معناه ابروش او ممكن اقول تن دي ستو هنا الاكس تن دي ستو فور او اكس ابروشت وفور لتري اكس مينس روت اكس كل مسائل الليمت قولا واحدا خد الاكس عملي بيها سبستيوشن هنا هتبقى دي 3 ملتبلاي باي فور مينس روت الاكس اللي هو روت فور طب هتبقى دي 12 مينس روت فور بي 2 هتطلع معاك بتن يبقى الانسر بتاعتك هتبقى نمبر بي طب هنا الليمت لما الاكس ابروش للتو 3A باور 2 واحد يقول يا ميستر احط الاي هنا بتو هتبقى دي 3 في 2 اول باور 2 يقول يا ميستر 12 هاختار طبعا دي هقول له يا مصطول اللي انت عملته ده يعني كارثة ممكن تاخد فيها خمس سنين سجن دي ده رونج طبعا الكلام ده مش مظبوط يا ميستر مش حضرتك قلت بنعوض بنعوض عن مين الليمت كي هنا اكس بتعوض عن الاكس الليمت كي هنا اكس بتعوض عن اكس هو هنا في اكس يا ولاد لا يبقى ده كونستانت زيه بالظبط زي التن يبقى 3A باور 2 يبقى انت هتختار لي نمبر سي وخلي بالك ما تنامش معي كويتشن نمبر فور بيقول لك هنا الليمت والاكس ابروش تو اي هنا الاكس ابروش تو اي يبقى انت هتعمل يبقى هنا تبقى هنا 2A باور 2 مينس الاكس هنا باي في الاي تبقى A باور 2 مينس الاي باور 2 طبعا بسهولة جدا دي لما تعمل لها سبتراكت هتبقى دي تطلع معاك في الاخر بزير ويبقى انت هتختار لي طبعا النمبر اي يلا كويتشن نمبر 5 هنا الليمت لما الاكس ابروش تو باي اوفر تو تو اكس مينس سين باي برضو اعمل سبستيتيوشن زي ما اتفقنا يبقى انت كده هتقول لي هنا تو شيل بس الاكس دي حط لي باي اوفر تو اوعى تحطي 90 ازعل منك طب ام تكتب 90 والله اي تريك فونكشن لو دخلت عليها الباي سواء بقى سين او كوسين او تان سيك او كوسك او كوتان ممكن حضرتك تحط لي الباي دي بون هندرد ايتي على تو اللي هي 90 يبقى دي ممكن تكتب هنا سين 90 طبعا سين 90 بون التو رحت مع التو هتبقى عندك هنا في باي وسين 90 بون يبقى باي مينس ون يبقى حضرتك هتقول لي نمبر سي عايز هنا الليمت والاكس ابروش للتو روت 3 بلاس 2 اكس على فور اكس ماينس ون طيب ما الاكس هنا ابروش للتو يبقى انت هتحطي اللي تو هنا بس ما تنساش الاسكورة مفضلك وقادي الفراكشن بار هنا سري بلاس التو والاكس بتو براحة كده واحدة واحد قادي فور ملتوبلاي 2 ماينس ون قادي السكورة روت بتاعك طبعا 2 باي 2 فور بلاس سي يبقى 7 4 times 2 8 ماينس ون برضو 7 هتطلع بروت 1 اللي هو 1 يبقى انت هتقول لي نمبر بي هنخش على نمبر 7 نمبر 7 بيقول لك هنا الليمت والاكس ابروش تو 3 المفروض طبعا هنحط الاكس الاول ب3 2 times 3 هتبقى 6 يا ولاد ماينس 6 تبقى 0 7 ملتوبلاي 3 21 ماينس 21 يبقى 0 طبعا الليمت هي لها 3 كيس بس كيس 1 انها تطلع بكونستانت زي ما انتوا شايفين كده كيس 2 انها تطلع نمبر على 0 وفي الحالة دي بقول ان هي هاز نو لمت كيس 3 لما تطلع 0 over 0 هي unspecified طبعا لو 1 over 0 او اي نمبر over 0 بقول undefined لكن لما تبقى 0 over 0 تقول لي unspecified طب ليتتحل ازاي يبقى على طول تخشيلي factorization لما تطلع 0 over 0 ياما factorization ياما conjugate ياما long division وانا هحل معاك ان شاء الله كل الافكار اللي موجود على الجزء ده طيب يبقى لما اجا اشتغل هكتب limit وال x approach 3 تعالا بقى نشتغل نشوف limit key هنا يبقى ايه اولا هنا x approach to 3 في عندي حاجة اسمها 0 factor يا ولاد بعرفهم نين يعني في حاجة هنا هي لمخليها النموريتور ب0 والدي نموريتور ب0 وإلا ما كانتش طلع 0 over 0 طب عرفها منين لو x approach to 3 يبقى 0 factor x minus 3 ما هي دي كأنها x equal 3 كأنها لان x approach to 3 يعني 2.99 زي ما قلنا في الشرح طبعا أو ممكن تبقى 3.001 يعني هنا x approach to 3 يعني كأنها 3 فلو انا دخلت 3 دي جوه تبقى x minus 3 equal 0 فبسمي دي 0 factor يبقى 0 factor بمنتهى البساطة لو x approach to 2 تقول x minus 2 يبقى لازم يطلع عندك فوق x minus 3 وتحت x minus 3 ويتوروا مع بعض كمان طب هنطلعهم ازاي مستر سهلا يا سيدي هنا 2x و 6 يخدل 2 common factor لما اخدت 2 من هنا common factor يبقى عندك x remember x 6 divided by 2 تبقى 3 طب ما تاخد لي من هنا برضى 7 common factor لو خدت من هنا 7 common factor يبقى عندك هنا x ولو خدت هنا 21 divided by 7 تبقى 3 الله على الجمال ظهر عندك x minus 3 بقى أنت كده حدل صح كأنك بتعمل correction لنفسك قبل ما تطلع من لجنة بتاعتك هتطلع معاك 2 over 7 يبقى حضرتك هتقول لي the answer is number b ده سؤال مهم جدا وهيكرر طبعا كتير جدا طول الحلقة طيب بص يا باشماندس اللي بعد كده هنا limit والx approach لل 0 x power 2 minus x على x أول حاجة بتعملها حط لي x بال limit key قول بقى معايا كده ما تسكتش هعمل substitution بال limit key اللي هو 0 هتبقى 0 power 2 minus 0 على 0 هتطلع ب 0 over 0 دي اللي نكتب جانبها unspecified يا ولاد طيب دي unspecified يا مستر يعني ايه يبقى عندي zero factor في حاجة كده هنا مهمة جدا هي اللي خلت النمريتور ب zero والدي نمريتور ب zero طب عرفها منين ما قلتلك ما ال x approach لل zero ينفعه ال x minus zero يبقى ال zero factor المفروض x minus zero اللي هي x يبقى انت المفروض هتطير ال x في النمريتور وفي الدي نمريتور طب ال x في الدي نمريتور ما عندش مشكلة طب ال x اللي فوق طب ما انا ممكن اخد ال x common factor من هنا هيبقى معايا x مينس ال x على x يبقى 1 راحت ال x مع ال x حط ال x هنا ب zero على طول يبقى zero minus one هتبقى negative one يبقى طبعا هتقولي ال answer هتبقى number b تعالى سؤال كمان x square minus seven x plus 12 على x minus three اول حاجة اعمل substitution زي ما اتفقنا يا مستر طب ما نعمل factorize على طول ومين قالك يا ابن اللي هي اصلا ممكن انا مش بكلم على ال example ده يبقى ما اتكلم كده يبقى حضرتك الاول اعمل لي substitution انا عشان معاك انا عارف انها zero over zero انت طبعا لما تجي تحسبها ما تكتبهاش كلها على ال calculator اعمل three power two minus seven multiply three plus twelve equals تطلع ب zero three minus three يبقى zero يبقى zero over zero يبقى un specified وابدأ بها اطلع zero factor مين zero factor بتاعي هنا x approach يبقى zero factor x minus three يبقى لازم يكون عندك x minus three في النوموريتور و x minus three في الدينامونيتور طب ما هو اصلا موجود في الدينامونيتور اهو طب انا عايز اعمل factorization لدي عندك طريقتين الطريقة الاولانية اللي هي ايه اللي انا بحلي بها دلوقت الزيرو فاكتور x minus three يبقى لازم يكون عندك x minus three up و down البراكت الكبير سهل تجيبه الـ x square اللي هي x by x 12 اللي هي 3 by 4 طب لما تبقى اخر sign positive اللي اتنين زي الميدل طب ما الميدل نيجاتيف تبقى دي نيجاتيف يا مستر غبية قوي ومش تتقيلة على قلبي ما تزعلش يا سيدي هاتي الكالكيليتور اعمل لي مود 5 3 اكتب 1 equals negative 7 equals 12 equals هتطلع معك 4 و 3 يبقى انت تكتبها x minus 4 و x minus 3 اهي شيل دي معادي خلاص هو الزيرو فاكتور يبقى انا اتطمنت لان انا عارف ان الزيرو فاكتور اللي هو x minus 3 هنا قدر اعمل substitution لل x هنا ب 3 هتبقى 3 minus 4 تطلع في الاخر بالنيجاتيف 1 يبقى الانسر بتاعتك هتبقى number b ايه دي سؤال كمان طبعا اللي بنقوله هنا في choose هنقوله برضو في هنا limit والx approach to negative 1 طب ما تكن عوض كده هتبقى negative 1 باورته هتبقى 1 والx هنا ب negative 1 و negative 1 باور 3 ب negative 1 بلاس 1 طلعت 0 over 0 برضو unspecified يبقى في عندي zero factor من هو zero factor هنا الx approach to negative 1 يبقى ال bracket اللي هيطير معاك فقوة تحت برافو عليك اللي هو x plus 1 يبقى انا هقول limit وابدأ اعمل factorization بقى طبعا الحاجات دي كلها تشرح بالتفصيل في حلقة الشرح هنا x square و x هاخد ال x من هنا common factor لما تاخد ال x من هنا common factor هيبقى معايا x هي واحدة بس بلاس ال x خدت منها x يبقى 1 طب دي x power 3 plus 1 دي يا ولاد بنسميه sum of two cubes ده لي factorization فكنا بنعمل two brackets small و big طب اللي small بنكتب ايه طبعا ال x power 3 اللي هي x واحدة بلاس طبعا عشان دي بلاس ال 1 اللي هو 1 by 1 by 1 طب اللونج بريس دي باجيبه ازاي اعمل x في x بx سكوار اعمل 1 في 1 يبقى positive 1 اعمل change لل sign دي x في 1 بx تاني x في x بx سكوار 1 multiply 1 يبقى positive 1 اعمل change لل sign لو هي positive تبقى negative لو هي negative تبقى positive x multiply 1 اللي هي x ظهر معايا الزيرو فاكتور لو ما ظهرشي انا عارف من قبل ما حل ان الزيرو فاكتور اللي هو ال x approach to negative 1 يبقى الزيرو فاكتور x plus 1 بتغير السين دي بس طب ما هو ظهر معايا هو يبقى انك تمام زي الفول شيل بال x على طول عوض في نفس الستيب حتى لو ده إسي يبقى negative 1 مكان ال x negative 1 power 2 1 طبعا ال x ب negative 1 وفي negative يبقى positive 1 وعندك كمان هنا plus 1 هتطلع negative 1 over 3 يبقى انت هتقولي ال answer هتبقى number b طب هنا x square minus x minus 6 على x square plus x minus 12 هنحط ال x بال limit key اللي هي 3 3 power 2 9 9 minus 3 يتبقى 6 minus 6 0 وبرضو هنا يطلع ب 0 جنبه يتبقى un specified ابدأ بقى اعمل فاكتوريزيشن على طول انا عارف الزيرو فاكتور هيبقى مين يعني مين اللي هيطير معاك اهو ادي الفاكتوريزيشن اهو بجهز مسألتي مين اللي هيطير معاك يا باشمهندس الزيرو فاكتور اللي هو x minus 3 يبقى تحط x minus 3 هنا وx minus 3 هنا ده لو انت مش عايز تستخدم الكالكليتر ياما افتح الكالكليتر يا سيدي هتكتب mode 5 3 اكتب 1 اكتب negative 6 اكتب 1 equals negative 1 equals negative 6 equals هتطلع معاك ب3 و negative 2 3 و negative 2 انت غير الاشارات دي جوه يبقى x minus 3 x plus 2 زي ما اتفعنا طيب هنا برضو اعمل mode 5 3 1 equals 1 equals negative 12 equals هتطلع معاك ب4 و negative 3 اكتب معاك negative 4 و 3 اللي يطلع معاك على الكالكليتر negative 4 و 3 اكتب هنا x plus 4 و x minus 3 ادى x minus 3 هنا x plus 4 اقدر اشيل ده معاك ده zero factor ده اللي عمل اللي مشكلة في النوموريتور و مشكلة في الدينامونيتور ما هو ده اللي خلى النوموريتور بزيرو لانك لو حطت 3 minus 3 يطلع بزيرو و كمان الدينامونيتور بزيرو 3 minus 3 برضو بزيرو شيل بقى الاكس ديه بشمهندس حط اللي مكانها 3 هتبقى عندك 3 plus 2 على 3 plus 4 طب ما هي 3 plus 2 5 و 3 plus 4 7 تبقى 5 over 7 يبقى انت هتقولي الانسر بتاعتك هتبقى نمبر ايه يارب تكون تفهم تخش على السؤال تاني يالا نمبر 12 هنا بيقولك ال x approach to negative 4 خلاص بقى انا معاك وهو هنعوض يطلع بزيرو over zero unspecified تعالى نعرف الزيرو فاكتور معاك ها لو اكس مستامع ايوا اكس بلاس فور يبقى انا هكتب الليمت هنا وال اكس approach to negative 4 يبقى من البراكت اللي هاملو simplify اكس بلاس فور طب مهم انت عندك اكس بلاس فور هنا تعالى اللي فوق بقى هنا اول حاجة تفكر فيها حبيبي الكومان فاكتور طب مفيش كومان فاكتور يبقى فاكتوريزيشن ما الكومان فاكتور ده فاكتوريزيشن كلكو بتنسوا لعبة الكومان دي هتقولي يا مستر ارميها على الكالكيليتر هتطلع معك رونج انا ممكن اعرفك تجيب الليمت ازاي بالكالكيليتر على فكرة بس مش وقتها دلوقتي خلاه في الريفيجن انا عايزك تفهم تجيب الليمت ازاي باش عامل زي الجماد اللي مش فاهم حاجة وعمل يكتبه خلاص على الكالكيليتر ويطلع الانصر وفرحان هو اساسا مش فاهم حاجة خالص الماث مش كده همال احنا هنتأسس ازاي يا جماعة على السنة الجيه ان شاء الله في جريد 12 فعايزك تركز معي هنا ممكن تاخد ثري كومان فاكتور لو خدت ثري من هنا كومان فاكتور يبقى معك اكس باور 2 و 48 divided by 360 الله عالجمال طب ما ده difference between two squares اكتب الليمت تاني طول ما انت ما بتعملش فاكتوريزيشن شي للمت يعني لو هعوض ما بكتبش لمت طول ما انت بتعمل فاكتوريزيشن خلي الليمت معك طبعا اكس بلاس 4 طبعا ازئت ازاي ما هي و 3 اهي معك طبعا ده difference between two squares اللي هو اكس ماينس 4 و اكس بلاس 4 خلاص كده يا مستر طب ما هو زيره فاكتور هو ده معده طب الاكس بكام يا ولا دي الاكس بنيجاتيب 4 هتبقى 3 شلت الليمت لانه هعمل الاكس بنيجاتيب 4 ونيجاتيب 4 طبعا دول نيجاتيب 8 في 3 تبقى نيجاتيب 24 يبقى حضرتك هتقولي الانسر هتبقى number D number 30 اكس سكوير بلس اكس مينس 6 على اكس سكوير مينس 4 وعايز الليمت لما الاكس ابروش للتو كالعادة احط هنا 2 وهنا 2 هتطلع طبعا بزيرو وهنا 2 power 2 مينس 4 تطلع بزيرو يبقى 0 over 0 unspecified يبقى نعمل الفاكتوريزيشن قبل ما عمل الفاكتوريزيشن لازم اعرف الزيرو فاكتور بتاعي مين اللي هتطير هنا الاكس ابروش للتو يبقى لازم يكون عندك هنا اكس مينس 2 ويكون عندك هنا اكس مينس 2 مش عاجبك الطريقة دي اشتغل بالكالكليتر هتعمل مود 5 3 هتكتب 1 1 هتلاقي هنا اكس بلاس 3 بقى اخدنا الطريقة خلاص وطبعا ده difference between two squares واحدة اكس مينس 2 التانية اكس بلاس 2 خلاص متشكلين دي راحت معادي الاكس هنا ب2 قول لي بقى 2 بلاس 3 5 2 بلاس 2 4 يبقى حضرتك هتقول لي الانسر number B ايلا نخش على 14 هنا 3x بلاس 2x باور نيجاتيف 1 على x بلاس 4x باور نيجاتيف 1 هتحط هنا 0 وهنا 0 وهنا 0 وهنا 0 وهنا 0 هتطلع ب 0 over 0 unspecified طب مسألة زي دية مستر لما تجيني افكر فيها ازاي ليها طريقين ايه الطريق الاولاني المكي بتاعك ان الاكس ابروش للزيرو يبقى لازم يكون عندك اكس في النومريتر ولازم يكون عندك اكس في الدينامونيتر طب انا اجيب الاكس اللي في النومريتر ازاي اقولك انا مانا ممكن اخد الاكس من هنا common factor ومن تحت برضو الاكس common factor وخلصت سؤالك في لحظة طب انا لو خدت الاكس من هنا common هيبقى سري بلاس لو انا خدت الاكس من هنا common طبعا بنحط الطول اول لما تيجي تعمل divide سيب الاكس الاول اعمل subtract للباور يبقى negative 1 مينس 1 هتبقى دي negative 2 نفس القصة هنا برضو اخد الاكس من هنا common factor الاكس راحت مع الاكس يبقى 1 بلاس الفور اكس باور كام دي negative 1 مينس 1 يبقى negative 2 شيل بقى الاكس مع الاكس طب ما الاكس بزيرو طب ما ده راح وده راح جمان هيطلع معاك 3 over كام 3 over 1 طبعا لما تكتب 3 over 1 تبصت ليه هطلع معاك في الاخر ب3 هتجي تدور على الانسر هتلاقي بقى في مشكلة هنا قبلتنا دي بقى الكلام ده مستر مش مزبوط اعمل نفكر ازاي بص معايا كده براحة واحدة واحدة طبعا سؤال زي ده هو ليه طريقتين للحل الطريقة الاولى بمنتهى البساطة ان انا لو خدت الاكس common factor من هنا مفيش مشكلة هتبقى دي 3 وتبقى دي 2 اكس باور negative 2 اللي هي 2 على اكس باور 2 طبعا المسألة طلعت معاك رونجلي يعني بص كده هي طبعا طلعت رونجلي اني انا بتكلم على الطريقة اللي انت هتشتغالها وهتشتغالها بالطريقة دي انت لما خدت الاكس common factor معلش هقوله لك تاني وعش انت بقى انت فهمها برضو ابقى هنا 3 2 اكس باور negative 2 وهنا برضو لما خدنا الاكس common ابقى هنا 1 بلاس 4 اكس باور negative 2 طبعا لما تعود هنا بزيرو انت هتقول لي ده زيرو هو مش بزيرو دي المفوت 2 على اكس سكوير يا جماعة هتبقى 2 على زيرو undefined يبقى حضرتك بتحل غلط امال افكر ازاي بص بقى كده الطريقة اللي هقولك عليها اول حاجة هكتب limit هنا والإكس approach للزيرو اي نيجاتيب باور ده خليه بص باور تبقى دي سري اكس بلاس 2 على اكس ودي اكس بلاس دي فور اكس باور negative 1 اليها فور على اكس بص الجمال تخلص معك في خطوة طب وبعدين يا مستر ولا قابلين يا سيدي هتديك بقى الطريقة بتاعت اوعد قولي command in the monitor يا مستر ازعل منك لا command in the monitor ده طبقه ورمي في الباسكت ده كان خلاص لحد grade 5 grade 6 كلام الفاضي ده انت كبرت خلاص امال اعمل ايه انا عايز اتخلص من الاكس اللي يمزع عليك دي اضرب في اكس فوق تحت خلصت المسألة في لحظة بس كده يبقى limit والإكس approach to zero او طبعا 3x في اكس بقى 3x bar 2 2 على اكس في الاكس راح ادي معا دي بقى 2 اكس في اكس ب اكس باور 2 طبعا دي 4 على اكس في اكس الاكس راح اتمع على اكس بقى 4 خلاص خلصت حط الاكس بزيرو بقى طبعا لما حط الاكس بزيرو هتبقى دي 0 plus 2 ما هيسيري بزيرو ودي 0 plus 4 طب ما هتبقى 2 على 4 اللي هي 1 over 2 هو ده الحل الصح يبقى انت كنت ماشي في الاول غلط عشان كده لما يقابلك اكس باور نيجاتيف وان او اتعوض فيها اعناها بزيرو لان دي المفروض وان على اكس طب وان على زيرو طبعا undefined زى ما اخدنا في lesson 1 طب السؤال هنا بيقولك المت وال اكس ابروش تروت 5 ركز بقى كده معايا كويس قوي هنا اكس باور 4 مينس اكس سكور مينس 20 على اكس مينس روت 5 طبعا هتطلع 0 over 0 unspecified وبالتالي هبدأ اعمل بهدوء وما تجريش لو سمحت طب انا هشتغل ازاي مسترد هتكتب كالعادة add limit وال اكس ابروش لروت 5 وبعدين اعمل فاكتوريزيش عادي بقى بمعنى هعمل توب راكتس هنا وخلي دي زى مية اكس مينس روت 5 طب مين الزيرو فاكتور بتاعك اللي هو اكس مينس روت 5 طب هو موجود عندي في الدينامونيتور يبقى لازم اطلعه فوق ال اكس باور 4 دي اللي هي اكس باور 2 في اكس باور 2 طب وال 20 اللي هي 5 باي 4 وطبعا ال 5 نيجاتيف وال 4 بسطب او روح على الكالكيليتور اكتب مود 5 3 1 نيجاتيف 1 نيجاتيف 20 هتطلع 5 يبقى اكس سكوير منس 5 تطلع نيجاتيف 4 اكتب اكس سكوير بلاس 4 طب لي كتبت اكس سكوير عشان الميدل ترم اكس سكوير هقولك بقى النهاردة على معلومات لأول مرة تسمعها في حياتك يعني مش عشان اكس باور 4 اكس سكوير في اكس سكوير حتى لو انت مش عارفت هات الميدل ترم حطه هنا وهنا خلاص طيب لسه ما خلصتش هتقول الكلام ده equal limit تاني وال اكس approach to root 5 هقول كده طبعا دي اكس مينس root 5 معاك ابدأ اعمل factorization اللي ده اكس سكوير مينس 5 اللي هو عبارة عن اكس مينس root 5 في اكس بلاس root 5 difference between two squares اكس سكوير اكس في اكس ال 5 root 5 root 5 1 و 1 طبعا اكس سكوير بلاس 4 دي ملهاش دعا بالكلام ده خالص تنزل زي ما هي وبعدين ابدأ اعمل ايه بقائنا ابدأ اعمل simplify دي راحت معادي بس كده خلص حط هنا root 5 هيبقى root 5 plus root 5 يبقى 2 root 5 multiply طبعا root 5 power 2 هتبقى 5 5 plus 4 هتبقى 9 يبقى 2 في 9 تبقى 10 root 5 يبقى حضرتك هتختار لي نمبر دي ايه دي سؤال كمان طيب نخش برضو على سؤال تاني نمبر 16 اكس مينس 3 all power 2 مينس 1 على اكس مينس 4 طبعا هتحط هنا 4 و هتحط هنا 4 هتطلع ب 0 over 0 وقولنا طبعا نكتب هنا unspecified طب هنا هكتب limit وال اكس approach to 4 هنا هقولك على فكرتين الفكرة الاولى انك انت هتفك كده اكس في اكس ب اكس سكوير negative 3 في negative 3 بوست في 9 يبقى minus 6x اللي هو الميدل ترن دي الفكرة الاولى بس انا رأى اعمل factorization على طول هتخلص معاك في سطر اللي تخليك تقعد تكتب meet simplify افك كده الاول وبعدين اطياره مع negative 1 وبعدين اعمل factorization طب وليه واجع القلب ده ما انا ممكن من هنا على طول x minus 3 power 2 ده معناه انه هو bracket power 2 يعني ال bracket ده multiply itself يعني مرة x minus 3 هنا ومرة x minus 3 هنا وال 1 ده عبارة عن 1 في 1 واحدة بوست في واحدة negative مسألة خلصت خلصت في لحظة هتقولي يا ميستر خلصت ازاي هقول لك يا سيدي الزيرو فاكتور بتاعك x minus 4 لان ال x approach to 4 طب ما x minus 4 هي ما هو negative 3 و negative 1 negative 4 يبقى تروح دي معادي خلصت خلاص حط ال x دي 4 يبقى 4 minus 3 plus 1 هتطلع ب 2 يبقى انت هتختار لنمبر b خلصت معاك في سطر ومتعدش تضيع وقتك مسائل الروت اي مسألة الروت تجيلك بالمنظر ده دي مسائل الكونجيجيت دي مسائل الكونجيجيت يبقى وهي مكانها كده اعمل multiply اهم اعمل الروت طبعا الكونجيجيت هو نفسه بس نعمل change ال middle sign مش اللي تحت الروت اللي برا الروت يبقى x plus 1 plus 1 outside وهنا برضو روت x plus 1 plus 1 هنا كل مسائل الكونجيجيت خطوتين دي الخطوة الاولى طب الخطوة التانية step 2 حضرتك هتقول limit والx approach to zero ال different تنزلهم الاول ال different تنزلهم يعني ال different يعني ال x تنزل وبعدين الروت x plus 1 plus 1 هم دلو ال different هم واللي هم similar دول اعمل الفرست by first minus second by second دايما الروت في الروت ياولاد الروت راح خلاص مع الروت خلاص يبقى الروت x plus 1 يبقى الى تحت الروت بس x plus 1 negative 1 في 1 ب negative 1 خلي بالك بقى من الحتة اللي جاية دي اولا 1-1 بزيرو هيبقى معك x تروح دي معا دي مين اللي بقى عندك يا مصطول ما تقوليش روت x plus 1 لا تقولي 1 over شيل بقى ال x حط مكانها 0 يبقى روت 0 plus 1 يعني 1 plus 1 هتطلع في الاخر ب 1 over طويب انا هختار طبعا number c يا رب يا جماعة تكونوا فهمتوا كويس الافكار اللي احنا بنقولها لازم تسمع فيديو الشرح الاول وبعدين تجيني هنا برضو مسألة روت root x plus 1 minus 2 على x minus 3 هتحط x هنا ب3 والx هنا ب3 هتطلع ب0 over 0 unspecified هتقوم ضارب على طول في الكونجيجيت من هو الكونجيجيت؟ هو هو نفس الروت اللي هو x plus 1 بس plus 2 هنا وهنا برضو x plus 1 plus 2 واكتب هنا طبعا limit والx approach to 3 ونعمل ايه بقى ال different تكتبه من الاول من ال different بص كويس المسألة بتاعتك يا باش مهندس ال different x minus 3 هتحطه هنا وتحط لي هنا روت x plus 1 دول different ما ينفعش نعملهم multiply لكن اللي فوق دول similar فممكن نعمل بقى الروت في الروت بقى اللي تحت الروت على طول ماينس اقوعة تقول لي 2 2 باي 2 اللي هي 4 بخطوة واحدة ما هي 1 minus 4 دي ب negative 3 يا ولاد يبقى x minus 3 ده هي رحت مع x minus 3 برضو يفضل مع حضرتك 1 over شي للx حط ما كانها 3 هيبقى root 3 plus 1 اللي هي 4 plus 2 طبعا احسب simplify يطلع 1 over 4 يبقى حضرتك هتختار ليه number b طيب هنا برضو ميديك root 2 minus root x minus 7 على x minus 9 حط 9 هنا حط 9 هنا تطلع ب 0 over 0 unspecified يبقى دردو دي مسألة الكونجيجيت طب الكونجيجيت مش لازم يبقى في النومريتور ومش لازم يبقى في الدينامونيتور فانا بعمل multiply up و down بعمل change بس للميدل sign يبقى انا هقول هنا root 2 plus root x minus 7 وهنا برضو هقول root 2 plus root x minus 7 جميل اوه اكتب limit والx approach to 9 وعلى مهلك براحة كده وانت شغال طبعا الديفرنت الاول نزلهم x minus 9 عشان بس ما تلغبطش نفسك وقادي root 2 plus root x minus 7 طب تعال لي فوقا دول similar الروت في الروت يبقى 2 minus الروت في الروت يبقى x minus 7 بس خلي بالك الx minus 7 دي تتحط في bracket ليه؟ لان في نيجاتيف هنا هيغير اللي وراها مهمة جدا الخطوة دي خلاص النيجاتيف تم بصتف يبقى نيجاتيف الروت راح مع الروت يبقى x minus 7 فالنيجاتيف هتدخل على 2 هتبقى دي 2 بص كده minus x plus 7 من نيجاتيف دخلت على 2 هتبقى 2 7 تبقى دي 9 minus x طبعا دي 9 minus x ودي x minus 9 طبعا انت تكتب الليمت تاني والx approach to 9 وتزبط للليمت key ازبط ازاي؟ ما هي دي x minus 9 يا باش مهندس وده روت 2 بلاس روت x minus 7 طب وفوق خد النيجاتيف common factor عشان تبقى x minus 9 تقوم تروح دي مع دي خلاص شيل بقى دي نيجاتيف 1 over طبعا دي روت 2 تنزل دي 9 minus 7 تبقى 2 يبقى روت 2 روت 2 طبعا نيجاتيف 1 over 2 روت 2 لما اجعمل لها simplify كل هنا بقى معانا تكالكيليتر هتطلع بنيجاتيف 2 over 4 مسألة من المسائل الجميلة عايزك بقى هتحدل الافكار دي كلها ورقة وقلم تاني طيب مسألة كمان برضو هتقول لي 4 minus root على 1 minus x square خلاص يبقى دي مسائل كونجيجيت يبقى ملتي بلايقه هتحط 4 plus root اللي هو x plus 15 وهنا برضو 4 plus root اللي هو x plus 15 انتبه بس للحتة الصغيرة دي كده خلاص احنا فاهمين الدرس كويس متصعبش الدنيا على نفسك بمعنى هنا 1 minus x square طب ما انت ممكن تعمل لها factorization انا عارف ان الزيرو فاكتور بتاعي يبقى x minus 1 يا ولاد طيب الزيرو فاكتور بتاعك عشان يظهر لازم اعمل simplify انت قلت لنا يا مستر نزل ال different الاول تمام طب ما هدول different بس ده ممكن اعمله factorization 1 minus x 1 plus x وتحطيلي هنا 4 plus root x plus 15 ممتاز طب فوق الفور في الفور يبقى 16 minus الroot في الroot ده راح معداء يبقى x plus 15 يا جماعة بس يتضرب في ال negative دي يبقى negative x minus 15 ما ال negative تبقى تدخل على ال 2 negative x minus 15 طيب هتبقى 16 minus 15 يبقى 1 تبقى 1 minus x ودي جا 1 minus 1 minus x يبقى دي كلها راحت معادي مين اللي فضل عندك فوق 1 مين تحت بقى حط الـ x دي بـ 1 1 plus 1 تبقى 2 multiply 4 plus هتحط الـ x ده بـ 1 هتبقى ديروت 16 اللي هي 4 برضو طبعا 4 plus 4 8 في 2 تبقى 16 تبقى 1 على 16 يبقى انت هتقول لي number c يبقى 20 هتختار لي c طيب هنا بيقول لك limit و الـ x approach to 4 وميدي لك هنا حاجة زي اللي قدامة دي اللي هو root x minus 2 على مين على 5x square minus 23 x plus 12 طبعا مسألة زي دي هتحط الـ x هنا في 4 هتبقى طبعا root 4 2 minus 2 تبقى 0 وهتعود تحت برضو هتطلع بـ 0 over 0 unspecified هتقول لي يا مستر دي مسألة conjugate هقول لك خلي بالك انتبه من حاجة مهم قوي انا ممكن اعمل factorization يعني اعمل كده mode 5 3 كده هتطلع معاك 5 اكتب equals negative 23 equals 12 equals اول number هيطلع معاك 4 والتاني يطلع 3 على 5 يعني يطلع بـ 4 و 3 على 5 يبقى انا دلوقتي لما اجعمل دي factorization هي 4 يبقى x minus 4 طب بـ 3 على 5 اكتبها bracket x minus 3 على 5 تبقى احمق تبقى راجل ايه احمق ثم بلقى اعمل ايه مستر تبقى 5x minus 3 الدينامونيتر هو الـ x يا ولاد ما دي كانها فور على 1 تبقى 1x minus 4 بس مش بكتب الـ 1 دي 5x minus 3 ثم تكتب هنا 5x minus 3 تمام ممكن تعمل conjugate وممكن الاسهل بقى ايه هو الاسهل هتكتب الـ limit و الـ x approach للـ 4 تعال براحة كده واحدة واحدة طبعا ديروت x minus 2 دي خارج اللعبة تعال لي هنا بقى الـ x دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن روت x فروت x اهو و الـ 4 دي عبارة عن 2 في 2 ده difference between 2 squares واحدة بلس و واحدة مينس خلصت و 5x minus 3 مالهاش علاقة باللي بيحصل ادي 5x minus 3 ايه يبقى انا عندي x minus 4 ده difference between 2 squares روت x فروت x و الـ 4 طبعا 2 by 2 واحدة بوسط في واحدة نجا طب ليه عملت كده اشيل دي معا دي بقى صح كده لا طب وبعدين هنا طبعا هيقابلك مشكلة كبيرة اوي اسف اسف دي معا دي انا اسف يا جماعة هتخلي طبعا دي اللي راحت معا دي معلش يعني انا اسف معلش دي هيلي هتروح معا دي ياولاد دي اللي هيفضل معاك يعني هيبقى فوق هنا 1 over شيل بقى الاكس حط مكانها 4 فروت 4 by 2 بلاس 2 تبقى 4 حط الاكس هنا 4 5 times 4 20 20 minus 3 يبقى 17 هتبقى 1 over طبعا 4 في 17 هتبقى 68 تبقى انت هتقول لي number b مسألة من المسائل الكويسة جدا number 21 دي ياولاد طب نخش على 22 هنا x minus 3 all power 2 minus 1 على root x minus او x plus 2 minus 2 طبعا لو عوضت هنا ب2 هتبقى 2 plus 2 4 root 4 by 2 و2 minus 2 تبقى 0 يبقى خلاص الدنيا بازت معاك هنا 0 وهنا 0 يبقى un specify طب انا دلوقتي عشان افكر بهدوء انت عندك طبعا كذا طريق الاسهل بالنسبة لك انك هتكتب limit والx approach لل2 اعمل الاول factorization يعني ده x minus 3 في براكت وبراكت تاني x minus 3 1 يبقى مرة negative 1 ومصف 1 difference between 2 squares ويسيب دي زي ما هي root x plus 2 minus 2 اعمل بقى multiply by conjugate لاننا في root اعمل multiply هيبقى root x plus 2 plus 2 وهو نفس الroot برضو موجود عندك في الدينامونيتو وتعالى نشتغل بهدوء والله ال different ينزل الاول ما تصعبش الدنيا على نفسك يعني من ال different هتقول لي اللي فوق طب ما تزبط اللي فوق كده هتبقى دي x minus 4 ادي براكت اهو وفي براكت تاني بx negative 3 plus 1 يبقى x minus 2 الله عالجمال هو ده zero factor اللي احنا عملين بنحكي فيه من اول ما بدأنا مع بعض وطبعا تحطيلي هنا الroot بتاعك x plus 2 plus 2 اللي برا طبعا لما تيجي تعمل multiply الroot في الroot خلاص يبقى x plus 2 اللي تحت الroot negative 2 في 2 يبقى negative 4 دايما اي اتنين كون جيجيت في بعض قلنا كلام ده في الشرح طبعا الroot في الroot بتكتب اللي تحت الroot negative 2 في 2 negative 4 طب ما انا عندي دلوقتي هنا ممكن بدل ما نكتب steps كتيرة بس 2 minus 4 يبقى negative 2 يبقى دي كأنها x minus 2 طب ما خلاص يبقى دي هي دي شيل بال x حطيلي هنا 2 هتبقى 2 minus 4 يبقى negative 2 هنا 2 plus 2 هتبقى 4 root 4 بتو بلاس 2 هتطلع طبعا ب negative 8 يبقى انت هتختار دي نمبر بي السؤال ده سؤال جميل جدا هنا مديك 2 root واحد في النوموريتور والتاني في الدينوموريتور طبعا لما ادي لك حاجة زي دي يبقى انت هتعمل ايه؟ بالضبط هعمل اتنين كونجيجيت دي فكرة حلو قوي دي يبقى انا هعمل multiple i خلي بالك اهو هجب بس القلم هنا كده هعمل لي multiple i اعمل اتنين كونجيجيت اهو اهو لان انت عندك في root في النوموريتور و root في الدينوموريتور الroot الاولان ده اللي هو root هيبقى 2x minus 1 بلاس 1 هنا وهنا برضو root 2x minus 1 بلاس 1 الroot التاني اللي هو root 3x بلاس 1 بلاس 2 وهنا برضو root 3x بلاس 1 بلاس 2 دي ما اعملت multiply by الكونجيجيت طبعا زيرو فاكتر بتاعك ال x approach لل1 يبقى 0 فاكتر x minus 1 ونبدأ مع بعض كده براحة واحدة واحدة لما تجي تعمل multiply نزل ال different الاول انا مش عايزك بقى تصعب الدنيا على نفسك نزل ال different الاول طب مين ال different؟ طبعا هنا الroot ده هو ده يبقى ده different اهو يبقى تكتب لي هنا root 3x بلاس 1 بلاس 2 اضرب بقى الدول في بعض الroot في الroot اكتب اللي تحت الroot و2x مينس 1 طب و تحت من ال different ده لان ده similar لده يبقى اكتب الroot 2x مينس 1 بلاس 1 اعمل بقى multiply هنا الroot في الroot راح الroot خلاص يبقى 3x بلاس 1 ركز بقى في الحتة دي negative 2 خلي بالك بقى حتة السمبلفاي الصغيرة اللي بتوقع معظم الناس دي تبقى 2x مينس 2 اهي وده تبقى 3x مينس 3 طب ما تاخد من هنا 2 common factor هيبقى x مينس 1 وخد من هنا 3 common factor يبقى x مينس 1 تروح x مينس 1 مع x مينس 1 ابدأ عواب بقى هنا في 2 خلي بالك وهنا في 3 ما تنسوهمش طلهم لبرا اضرب بقى اضرب بقى x مينس 1 حتبقى root 3 times 1 plus 1 يبقى root 4 بـ 2 plus 2 تبقى 4 2 times 1 يبقى 2 مينس 1 تبقى 1 وroot 1 بـ 1 plus 1 تبقى 2 طبعا 2 دي مع 2 هتطلع معك 4 على 3 يبقى انت هتقولي طبعا الانصر تبقى number D نخش على سؤال ثاني number 24 هنا x power 3 على x مينس 1 مينس 1 واحد يقولي يا مستر اعمل ايه في المسائل دي اشتغل دي الواحدة ودي الواحدة اكيد لا لان الراكت دي على المسائل يعني دي كلها فونكشن واحدة بس امال تعمل ايه اعمل command in the monitor يبقى المسائل هنا فيه x مينس 1 وفوق طبعا نفس الدي المسائل يبقى تعمل هيبقى الزيرو فاكتور اكس مينس 1 يبقى اعمل وطبعا اكس مينس 1 طبعا هنا فيه x يبقى 1 باي 1 باي 1 اللي هم جبريس اكس في اكس سكوار اعمل تشينج للسين اكس في 1 باكس طبعا دي بلاس طبعا عشان دي نيجاتيب تعمله بلاس دي رحت معدي خلاص حط الاكس في 1 هتطلع بسريب انت هتقول الانسر بتاعتك هتبقى نمبر سين يلا مع بعض نخش 25 هنا x باور 3 مينس 7x بلاس 6 على 3x باور 2 مينس 8x بلاس 4 طبعا هتحط هنا 2 هتبقى 2 باور 3 تبقى 8 وطبعا 7 time 2 14 بلاس 6 و 2 باور 2 4 في 3 ب 12 8 في 2 16 بلاس 4 المهم هتطلع في الاخر 0 على 0 تعال بقى نعمل الفاكتوريزيشن خلي بالك انا عايز اقول لك على حاجة مهمة جدا من اول هنا بقى ترطأ لودانك على اخر هنا x باور 3 مينس 7x بلاس 6 يا مستر السؤال غلط وطبعا بقى اللجنة ومش اللجنة ويجبولنا مسائل غلط في الامتحان لا طبعا هي مش غلط يا مستر ده انا كتبتها على الكالكيليتور هتبقى x-6 وx-1 ويديك 7 يا ابني المدل ترم هو ده اللغز يعني x في x بكام بx سكوير دي x سكوير لا يبقى ده مش فاكتوريزيشن يبقى long division يعني بص كده اللي تحتها x في x بكام هتقول لي x سكوير مش دي x سكوير يبقى دي فاكتوريزيشن طبعا الزيرو فاكتور لازم يطلع فوقه تحت من الزيرو فاكتور x-2 لازم يكون عندك x-2 هنا وx-2 هنا ده فاكتوريزيشن عادي حتى لو انا عملته على الكالكيليتور يا جماعة اللي هو مود 5 3 هتكتب 3 equals وبعدين negative 8 equals وبعدين 4 equals equals تاني هتطلع معك ب2 يبقى x-2 equal كمان مرة طلع سري على 2 يبقى 3 يبقى 3 x-2 طب ده بقى نجيبه ازاي ده long division بقى لان طبعا x times x بقى x power 2 x power 3 يبقى ده مش فاكتوريزيشن طريقة long division هتديك طريقة الامريكان طريقة في منتهى الجمال بنعلمها للولاد عندنا من زمان بس هي طبعا لسه نازلة في الناشنال القريب يعني دي علامة long division اول حاجة انت بتعمل rearrange the expression اللي قدامك according to the power of x descendingly يعني انت بترتب للاكس وخد الكو اوفيشنس بس بمعنى يعني x power 3 قدامها ايه هتقول x power 3 قدامها 1 سيب بس line هنا اكتب 1 هنا اللي بعد x power 3 x power 2 ما عندش x power 2 اكتب 0 بعد كده في x negative 7 وبعد كده في 6 اكتب 6 هنا هتعمل divided mean limit key اكتب له هنا 2 وبعدين ابدأ بقى اشتغل بالطريقة اللي هنقولها دي اول حاجة هات النمبر ده اعمله drop هنا بس كده وبعدين اعمل multiply اي نمبر ينزل تحت اضربه على طول في 2 يبقى 1 في 2 تبقى 2 طب 0 plus 2 هتبقى 2 اعمل multiply 2 each time multiply by 2 2 by 2 4 طب ما negative 7 plus 4 negative 3 by 2 negative 6 الله الجمال 6 minus 6 0 يبقى انت تمام كده طب اكتب ال bracket ازاي بقى اللي هنا يا مستر ما هو اكيد طبعا ده هيبقى عبارة عن x minus 2 في bracket اللي طالع ده ده x power 3 طبعا في اللونج ده هي عبارة عن x يعني النمبر ده بx سكوير ده 2 تبقى positive 2 x minus 3 اهو ده x1 x2 plus 2 x minus 3 هتحط x2 هنا plus 2 x minus 3 وشيل طبعا دي معا دي خلاص حط ال x هنا ب 2 بور 2 تبقى 4 2 by 2 4 minus 3 3 by 2 6 minus 2 تبقى 4 تطلع في الاخر كام عندك هنا 5 over 4 يبقى انت هتختار لنمبر اي سؤال من الاسئلة الجميلة جدا اللي عندك في المنحل طيب كمان سؤال يلا نمبر 26 هنا بيقول ايه 27 بيقول ايه هنا بيقول لك الليمت لما x approach to 0 7 plus 2 x على كوسين x ايه بقى اللي دخل كوسين في اللعبة بتاعتنا هو انا قلتلك ايه في بداية الحلقة قلنا ايه تمام بعمل سبستيوشن بالليمت كيه هتبقى 7 plus 2 في 0 على كوسين 0 طب ما انت عارف ان كوسين 0 في 1 يبقى دي 7 على 1 هتبقى 7 خلاص اختار دي طب دي الليمت الاكس هنا approach للبي اوفر 4 10x على اكس طب ما تشيل اكس حطي مكانها باي اوفر 4 يبقى 10 باي اوفر 4 والاكس دي باي اوفر 4 طبعا 10 باي اوفر 4 دي ليه 45 و 10 45 1 اوفر باي اوفر 4 طبعا لما يبقى عندك اتنين دينمونيتور ارميلي ده فوق هتبقى دي 4 على باي يبقى انت هتقولي نمبر سين طب نمبر 29 هنا بيقولك ايه هنا بيقولك الليمت هنا لما ال اكس approach to 5 لل اف اوفر 4 يبقى الليمت لل اكس approach to 5 دي عبارة عن اتنين لمت يعني اوزع لمت على اتنين تبقى دي عبارة عن لمت لل اف اوفر 5 منس لمت تانية لما ال اكس approach to 5 للفور هو ما يديلك دي قدامك كيما تنساش بفور يبقى دي equal to 4 اي constant المت بتاعته بفور على طول يعني نفس ال constant المت نفس ال constant يبقى فور مينس 4 0 يبقى انت هتختار لي نمبر بي يبقى 29 بي نخش على نمبر 30 هنا بيقولك برضو ال اكس approach to طبعا المفروض انك هتحط 2 هنا يبقى 2-3 على 2-2 طب ما 2-3 ب negative 1 و 2-2 ب 0 اي نمبر على 0 طبعا يبقى المت doesn't exist لان طبعا ده undefined نيجى بقى في الكام سؤال اللي جايين دول في منتهى الاهمية سؤال زي اللي قدامك ده بيقولك ان المت لما x approach to m 2x square minus x minus 3 على 4x square minus 9 equal 5 على 12 يا طرى الام بكام؟ طبعا عشان اجيب الام الام دي ده limit key وعايز limit key ما احنا اتفقنا ادي المت اهو والx approach للام يعمل factorization عادي جدا يعني ابدأ بالسهل الاول 4x square يبقى 2x2x وال9 يبقى 3x3 واحدة negative واحدة positive طبعا ده اعمل له factorization mode 5 3 هتطلع معاك هنا 2x minus 3 وانت بقى x plus 1 اتاكد انك صح اهو ادي 2x 2x square negative 3 1 negative 3 او حتى على الكالكليتر ده تبقى negative 3 plus 2 مزبوط كده من اللي راح معا مين؟ تعال بقى لو انت راجل فاهم هطلع limit key بالوحدك ده اللي راح معا ده يعني 2x minus 3 هو اللي بزيرو ما انا عايز limit key هتبقى 2x هتبقى equal 3 يبقى x3 على 2 هو ده الليمت key يبقى انت تختار لي number a مهمة جدا جدا الافكار دي يا ولاد طيب question number 32 هنا بيقولك الليمت لما الكلام ده over x plus a equal to 5 يبقى الـ x minus 1 هنا وx minus 1 كمان هنا يبقى المفروض يبقى انت هتختار لي number b number 35 هنا بيقولك الليمت لما x approach x square minus 2 x plus k على x square minus 9 طبعا equals m هو عايز k في الـ اجيب 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 الـ 9 2 في الـ 3 تبقى 6 plus k equal 0 اقدر اجيب الـ كيب سهولة هتبقى الـ كيب كام هتخرج طبعا 9 minus 6 3 بقى كيب negative 3 انا كده خلاص جبت الـ كيبت الـ تحطي الـ ده بـ 0 ليه؟ ان كل مسائل الليمت اللي بالشكل ده على الفورم دي 0 over 0 unspecified كده انا طلعت الـ كيب خلاص بـ طب ما انا عايز اجيب الـ طب ما تحطي negative 3 هنا بقت مسائلة limit يبقى المت والـ x approach للـ طبعا x square minus 9 اللي هي x minus 3 في x plus 3 اللي هو الـ وفوق لازم يبقى عندك x minus 3 برضو زي ما اتفقنا الـ كي دي يا جماعة طلعت بـ negative 3 خلاص لما تعمل فكتوريز حتى على الكالكوليتر هي بطلع x minus 3 وx plus 1 دي equals m هي دي الـ طب ما دي رحت معادي حط الـ 3 plus 1 تبقى 4 3 plus 3 6 equal الـ يبقى الـ م طلعت فور على 6 او ممكنك تبقى على 3 بالـ simplify هو عايز k multiply m طب ما الـ كي تطلع بـ negative 3 والـ صح كده شيل السري مع السري تطلع بـ negative 2 يبقى انت هتختار لي نمبر سين اخر سؤال في بـ choos بـ طبعا عشان تفكر م بالمنطق اللي احنا تكلمنا عليه في لمت طبعا هنا الليمت والx approach to negative 1 يبقى الليمت key بتاعك x plus 1 يبقى لازم يكون عندك x plus 1 في النمريتو ليكون عندك x plus 1 في الديلمونيتور يبقى أنا دلوقتي أقول إيه آي طبعا fraction barه يبقى في x plus 1 هنا ولازم يكون عندنا x plus 1 طبعا ده factorization x plus 1 في x minus 1 فوقه بقى خلي بالك ده بكتري ما تنساش المفروض ان x score x في x طب والم هتبقى 1 في m طبعا دي plus أو minus حسب ما نشوف دلوقتي دي الطريقة بتاعتنا والمفروض ده يروح معا ده صح كده الكلام طب وبعدين شيل بقى الx دي حطيلي ما كانها negative 1 يبقى انت عندك هنا في negative 1 plus الم negative 1 minus 1 negative 2 equal negative 3 طب ما تعمل cross multiplication يبقى negative 1 plus m هتبقى equal 6 هتبقى الم equals cam هتبقى 6 plus 1 آسف معلشي تاني تاني الزيرو فاكتور هنا الx approach to negative 1 هيبقى الزيرو فاكتور عندي هنا x plus 1 تمام الكلام x plus 1 على x plus 1 تمام وقلنا اكس سكوير دي هتنزل زي ما هي ليه اكس في اكس وان فاكس وان وعملنا هنا simplify او الفاكتوريزيشن الx عندك ب negative 1 ب negative 1 plus m و negative 1 اه دي equal positive 3 آسف مش negative 3 هتبقى دي negative 6 يبقى الام negative 6 plus 1 يبقى الام ب negative 5 يا شباب طلعنا الام خلاص حط negative 5 هنا مكان الام دي كده حط مكانها negative 5 كده negative 5 هو اجيب الكيس زي ما كده اللي هو الميدل تورم اللي هو الاكستريمز والمينز يعني من الاكستريمز x في negative 5 negative 5 x 1 في x في x يبقى الاتنين دول ب negative 4 x يبقى الاتنين دول بكام ب negative 4 x يبقى انا اكتب هنا negative 4 x يبقى المفروض ده negative 4 x يعني كيب negative 4 يبقى انا اجبت كيب negative 4 هو عايز k plus m يبقى negative 4 negative 5 تطلع ب negative 9 يبقى انا اختار نمبر دي يارب تكون اتفهمت مسائل طبعا كلها على النظام الجديد مهمة جدا كده احنا خلصنا السؤال الاولاني معنا النهاردة اللي هي اسئلة الام سي كيو يارب تكون اتفهمت اوقف بقى الفيديو حلها مع نفسك تاني وبعدين لو في حاجة ما في امتهى شغل الفيديو اسمعها مرة كمان طب نكمل بقى مع بعض نخش في مسائل الاسي بقى طبعا الاسي متقسمة لاشكال كتيرة جدا في listen to اول حاجة عندنا مسائل الفاكتوريزيشن مسائل الفاكتوريزيشن يلا مع بعض كده هنا بيقول لك ايه هنا بيقول لك الليمت والاكس ابروشتو 5 اكس سكوار ماينس 5 على اكس ماينس 5 طبعا كل الافكار بالمنظر ده هعوض عن اكس في 5 زيرو على زيرو لكن انت عوض هنا زي ما تعلمنا في انا هكتب الليمت والاكس ابروشتو 5 خلاص دي مسألة سهلة ده difference between two squares اكس ماينس 5 اكس بلاس 5 زي ما شرحنا ودي اكس ماينس 5 طب ما انت تكنسل ده معده وعوض على طول بفايف يبقى 5 بلاس 5 هتبقى تن يبقى انت كده خلاص جبت الليمت بتاعتك هتبقى الليمت بتاعتك بتن طب دي هتقول لي الليمت والاكس ابروش لمن الاكس ابروش لتري يبقى من الزيرو فاكتور بتاعك هيبقى اكس ماينس 3 احنا طبعا اكتفقنا ان انا معاك اهو احنا عوضنا خلاص طبعا ده تلع زيرو على زيرو انسبسفايد ده زيرو على زيرو انسبسفايد عشان تبقى فاهمين انا بقول ايه يبقى انا هكتب الليمت والاكس ابروش لتري معاكي الكالكوليتر يسي طبعا دي سيب اكس ماينس 3 ده زيرو فاكتور اعمل مود 5 3 اكتب 1 نيجاتف 8 15 تطلع 3 يبقى اكس ماينس 3 هتطلع 5 باكس ماينس 5 خلي بالك ان اكس في اكس باكس سكوير يبقى دي فاكتوريزيشن طب لو دي اكس باور 3 تبقى لونج ديفيجن خلي بالك طبعا ممكن اكانسل دول مع بعض تشيل بال اكس حط مكانها سري هتبقى سري ماينس 5 وتطلع بنيجاتف 2 خش على نمبر 3 يلا هنا اكس سكوير على 3 اكس باور 3 ماينس 2 اكس باور 2 كالعادة هنعود طبعا نطلع زيرو اوفر زيرو لكن انا هعمل ايه طبعا لما تبقى الاكس ابروش للزيرو يبقى الزيرو فاكتور يبقى اكس ياولاد طبعا الاكس سكوير از ايتيز زي ما هي هنا ناخد اكس باور 2 دايما بتاخد اقل باور هو الليست باور هو هتبقى دي 3 اكس باور 3 على اكس باور 2 اكساية وينس اتو هي راحت خلاص تنزل زي ما هي والاكس سكوير راحت مع الاكس سكوير اعمل السمبليفاي بتاعك بقى لما تجي تعمل السمبليفاي بتاعك ايه اللي هيحصل دي هتروح معا دي ابقى تقولي يبقى ده لا وان اوفر حط الاكس بزيرو ماينس 2 هتطلع طبعا بالنيجاتيف وان اوفر 2 هنا برضه هتحط الاكس بطو يبقى زيرو على زيرو وكتب انسبسفايت لازم اكتب يا جماعة الخطوة دي عشان بس ما نطولش وقت الفيديو قوي انا بقولها كل مرة اوورال بس انت هتكتب لي زيرو على زيرو انسبسفايت زي ما اتفقنا هنا الليمت والاكس ابروش للتو طبعا دي 5 اكس ماينس 10 ممكن ناخد الفايف كومان فاكتور هيبقى معاك اكس ماينس 2 وخد الفور من هنا برضه كومان يبقى معاك اكس ماينس 2 طب ما راح ده مع ده خلاص هيبقى معاك 5 على 4 وبعدين الزيرو فاكتور اصلا اكس ماينس 2 يبقى انت حلق صحي مفيش مشكلة نخش على كوستشان نمبر 5 4 اكس سكوير ماينس سكستي فور يا جماعة اي مسألة ليمت عوض تطلع دي 0 على 0 قبل ما تبدأ بالفاكتوريزيش هنتأكد ان ما فيش كومان فاكتور لان لو في كومان فاكتور هيخرب لك الدنيا مش هتطلع معاك صح طبعا هنا اخد الفور كومان فاكتور طبعا هيبقى هنا اكس باور 2 و64 ديفادي باي 4 وطبعا دي اكس ماينس 4 برضه خلاص موضة ديفرنس بيتوين تو سكويرز يبقى هقول ليمت تاني والاكس ابروش تو 4 ادي الفور ونعمل اوبن تو براكتس اكس باور 2 اليه اكس في اكس طب ما انا عندي سكستين اليه فور باي فور واحدة بلاس واحدة ماينوس وطبعا هنا في اكس ماينس فور شي لدي معادي حط الاكس في فور يبقى فور بلاس فور ايت يبقى فور في ايت هتطلع معاك اكوال دي سيرتي تو نخش على نمبر سيكس نمبر سيكس بيقول لك برضه هتعمل سبستيتيوشان اد اكس في فور وانت تطلع زيرو على زيرو واكتبقى انسبسيفاين يبقى انا هقول الليمت تخلي بالك انا عمل بحل معاك كل الافكار اهو عشان تبقى انت فاهم بس خد التو من هنا كومن هيبقى معاك اكس ماينس فور هنا اعمل فاكتوريزيشان عادي اوبن تو براكتس اكس سكوير اليه اكس واكس والتولف طبعا اليه فور في سري وطبعا دي هتبقى نيجاتيف ودي بوسطف ظهر الزيرو فاكتور خلاص يبقى شيل دي معاديه والاكس فور هتبقى تو على فور بلاس سري اللي هي طبعا هتطلع معاك اكوال تو على سفين يلا نخش على كوستشن نومبر سيفن نومبر سيفن بيقولك الليمت والاكس ابروشتو نيجاتيف ثري برضو هنعوض هنا بنيجاتيف ثري وهنا بنيجاتيف ثري تطلع بزيرو اوفر زيرو خلاص بقى مسائل بات خلاص محفوظة بقى هتعمل مود فايف ثري هتطلع دي اكس بلاس سري و اكس بلاس ون طب دي طبعا هتطلع معاك على الكالكليتور نيجاتيف ثري و نيجاتيف ون انت بتعكس السين هنا ده ديفرنس بيتون تو سكويرز اللي هو اكس بلاس ثري اكس مينس ثري من الزيرو فاكتور ال اكس ابروشتو نيجاتيف ثري بقى الزيرو فاكتور اكس بلاس ثري اهو شيل بقى ال اكس حط نيجاتيف ثري بلاس ون هنا كمان نيجاتيف ثري مينس ثري هتطلع ب-2 على-6 اللي طبعا تطلع في الآخر بثرد هنا برضو نفس القصة هيعمل برضو هتطلع طبعا 0 over 0 un-specified اكتب limit والx approach لل2 ممكن ناخد الx من هنا common factor عشان فيه x وفيه x بقى معك x-2 طبعا دي factorization mode 5 3 على calculator اكتب 1 negative 1 negative 2 تطلع x-2 x plus 1 انتبه اتأكد انك صح ال-x approach لل2 يبقى 0 factor x-2 حط هنا 2 substitution 2 plus 1 3 هتطلع معك 2 over 3 بانت خلاص خلاص تسويلك هنخش على question number 9 number 9 برضو بيقولك limit والx approach to negative 1 حط negative 1 هنا وهنا 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 هتطلع 0 over 0 un-specified يبقى انا هكتب limit والx approach to negative 1 خلي بالك اعمل بقى open two brackets هنا open two brackets لو انت راجل عايز مش عايز استخدم الكالكيليتر zero factor x plus 1 طب ما ترزعه هنا وهنا يبقى x plus 1 و x plus 1 هو لازم يطير ما هو ده اللي مخليلك النموريتر بزيرو والنموريتر بزيرو x square xfx وال4 هتبقى 1 في 4 طبعا لما ده يبقى negative تبقى واحدة وواحدة طب ده بصتف يبقى ده negative على طول هايز اتشغل دماغك مش كل الحاجة على الكالكيليتر x square x و x طب و 2 1 by 2 بيدي negative يبقى واحدة وواحدة ده بصت بقى ده negative شيل بقى الزيرو فاكتور ال x بنغاتف 1 negative 4 على negative 1 minus 2 هتطلع equals 5 على سبيل طبعا هنا خلي بالك احنا ما عندناش zero factor بالfraction أو decimal أو الroot يعني بمعنى هنا x approach to half مني zero factor يا مصطول وانت برضو بتغلطي ماينفعش طبعا كده وليه ماينفعش اقول x minus half هي اصلا كان اصلها كده x equal half هضرف في 2 تبقى 2 x equals 1 ادخل ال 1 يبقى 2 x minus 1 طبعا ما هعمل كل ده لا هاته 2 جن بال x يبقى دي limit وال 2 x approach to 1 يبقى ميني الزيرو فاكتور بتاعك تقولي 2 x minus 1 وتعمل fraction borrow هتعمل بقى لازم يكون عندك فوق طبعا هنا في 2 x minus 1 الحمد لدي جاهزة لازم يكون عندك 2 x minus 1 طبعا 2 x squared 2 x في x وال 2 طبعا 1 في 2 ادام دي positive يبقى اللي تنزل الميدل طب لو دي negative تبقى واحدة وواحدة دي negative اكتب دي positive لو دي negative طبعا طب لو دي positive اللي تنزل الميدل negative خلاص طب ما دي راحة معدي اشيل بقى ال x حط ما كانا half مش 1 دي 2 x equal 1 انا عايز ال x بس يبقى حط دي half minus 2 تطلع negative 1 اللي هي طبعا negative 3 على 2 يلا نخش على number 11 number 11 بيقولك 9 minus x على x square minus 81 ها عود طبعا ب9 هتطلع ب0 over 0 unspecify طب وبعدين اشتغل عادي بقى هقول limit مني الزيرو فاكتور بتاعك هتقول لي x minus 9 طب دي 9 minus x ما تزعلش يا اخي اخد negative common وخليها x minus 9 ما هي ال x كات negative via positive وال9 positive via negative ده difference between two squares اللي هو x minus 9 في x plus 9 اظن نرح ده مع ده يبقى negative 1 في النمريتور 9 plus 9 يبقى 18 هتبقى negative 1 over 18 برضو دي مسألة تانية هنا limit والx approach طبعا 2 1 يبقى zero factor بتاع حضرتك هيبقى x minus 1 يبقى zero factor x plus 1 عشان هنا x minus 1 لان x approach to 1 يبقى انا هكتب limit والx approach to 1 طبعا هنعوب بقى خلاص بقى احنا فهمنا zero over zero un specify ابدأ بالسهلة الاول اعمل ده x minus 1 و x plus 1 ده difference between two squares اللي فوقه طبعا factorization لو انت عايز calculator اعمل mode 5 3 اكتب 3 1 negative 4 خلاص وبعدين نكمل البراكت زي ما اتفقنا عايز بدماغك لازم يكون في x minus 1 هنا عشان ده يروح مع ده x دي 3x square اللي هي x في 3x وال4 اللي هي 1 في 4 لما يبقى ده negative 1 و 1 طب ما ده negative قدامك تبقى ده positive خلاص حط x في 1 يبقى 3 plus 4 يبقى 7 1 plus 1 تبقى 2 هتبقى 7 over 2 يبقى انت كده خلصت سؤالك خلاص number 13 هنا بيقول لك برضو x approach to 3 على 4 ما تنفعش هتجيب 4 ده نحية التانية هتبقى delimit تبقى 4x approach لل3 طب لو ده 0.5 يبقى half تجيب التون نحية التانية يبقى 2x approach لل1 يبقى انا هتجيب الفور هنا طبعا ده هيبقى factorization difference between 2 squares يعني 16x square اللي هي 4x في 4x يا ولاد وال9 اللي هي 3 باي 3 واحدة بسط في واحدة negative هنا ممكن ناخد 2 commonly لان 8 وال6 even numbers طبعا 8 divided by 2 تبقى 4x وطبعا 6 divided by 2 تبقى 3 كده اقدر بسهولة جدا اشيل دي معا دي خلي بالك الx دي بسري على 4 او 4x على بعضها بسري يعني انا ممكن اشيل 4x دي وحطوا مكانها 3 يبقى 3 plus 3 over 2 يبقى 6 over 2 تبقى 3 مسألة جميلة مسألة دي هنا برضو الx approach to 3 يبقى zero factor بتاع الكام يا باش مهندس تمام x minus 3 طبعا قدل limit والx approach to 3 بس من غير حتى كالكوليتر يا جماعة اهو لازم انت برضو واع وفاهم احنا بنقاسس لجلت وولف يا جماعة ادي x minus 3 هنا x minus 3 هنا ما هو ده زير فاكتر طب 2x square اليها x 2x بقت سهلة طب دي 3 اليها 3 فون لو ده negative واحدة ووحدة طب ما دي negative تبقى دي بسطف اهي 2x square x 2x ون 9 3 3x3 لما يبقى ده negative واحدة ووحدة طب دي negative تبقى دي بسطف اي ولو عملتها بالكالكوليتر ممكن تعمل check it out بالكالكوليتر ما فيش مشكلة طبعا دي خلاص رحت مع دي ال x هنا بسري يبقى 2 times 3 تبقى 6 plus 1 7 2 times 3 6 plus 3 تبقى 9 تطلع معك 7 over 9 نخش على نمبر 15 نمبر 15 بيقول لك limit x approach 3 هنا x square plus 2 x minus 15 ودي 5 x square minus 45 طبعا لازم بقى نفاهم من الزيرو فاكتور اللي هو يبقى x minus 3 خلاص يا سيدة عايز تستخدم الكالكوليتر هتطلع دي معك x minus 3 ودي x plus 5 طبعا اللي هتطلع معك على 3 negative 5 فاحنا بنعكس الصين هنا هنا بقى خد 5 common فاكتور بخط صغير كده هيبقى x square minus 9 لاني 45 over 5 او divided by 5 تبقى 9 سيب ال5 بره وده difference between 2 squares اللي هو x minus 3 في x plus 3 خلاص الشيل دي معدي هيبقى من عندك فوق الx هنا ب3 3 plus 5 تبقى 8 5 by 3 plus 3 6 طبعا divided by 2 تبقى 4 divided by 2 تبقى 3 هتطلع 4 over 15 يبقى انت كده خلصت سؤالك خلاص طب هنا x power 3 minus 8 يا شباب خلاص هتقول x power 3 minus 8 يا mister يبقى انا حط x 2 طبعا الاول 0 over 0 unspecified في كل الافكار ده اسمه difference between two cubes يبقى small big x power 3 اللي هي x minus 2 من غير حتى ما فكر 4 اعمل change للسين x by 2 اللي هي 2x وطبعا اخد 3 common factor بخط صغير كده هنا هيبقى x power 2 minus 4 طب ما هي دي ممكن عملها فاكتوريزيشن تاني اللي هي x minus 2 x plus 2 اظن دي خلاص راحت مع دي x بقى هنا 2 power 2 4 2 2 4 4 4 4 3 2 2 2 2 4 4 طبعا 4 4 4 4 تبقى 12 وتحت كمان 12 يبقى 12 على 12 هتطلع ب1 يبقى انت كده خلاص خلاص سؤالك طيب برضو افكار كتير جدا على الجزء ده لسه احنا عندنا هنا مسائل كتير يا جماعة عايزك بقى تركز معي في الافكار اللي جاية دي هنا x 0 هنا x الاكسرسيز ده كله على حلقتين دي الحلقة الاولى خلاص يارب تكونوا كلكم استوعبتوا الجزء اللي تشرح حلينا حوالي 35 questions mcq وحلينا كمان 60 questions في الحلقة اللي جاية ان شاء الله هشرح فيها بقية الاكسرسيز كله يا ولاد ياريب بقى لو وصلك الفيديو اعمل لايك عشان يوصل لأكبر عدد من زميلنا وكمان برضو ياريت تشتركوا كلكم في القناة وتفعل الاشعارات علشان يوصلك ان شاء الله كل حلقة اول باول تمنيات القلب لكم بالتوفيق لا تنسوني من دعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة